المصرية طيب ربطة الاندية على مستوى باقي الاندية قررت ايقاف 2012 مشجع للإسماعيلي من حضور مبارتين مقبلتين وتغريم النادي 20 ألف جنيدة في اعقاب مباراة الإسماعيلي مع امبي اللي اكسبها الإسماعيلي في الجولة نفسها اما الاتحاد السكندري فعدد الجمهور المعاقب هو 874 مشجع تم حرمانهم من حضور المبارتين المقبلتين الى جانب تغريم النادي ايضا 20 ألف جنيه لكن في قرارات اخرى تم ايقاف الكابتن عبدالزاير الساقة مباراة وحيدة وتغريمه 20 ألف جنيه بعد مباراة فيوتشر والمحلة بسبب انه طرد وعدم امتثاله لقرارات حكم المباراة ايضا الكابتن عبدالباق جمالي اللي اترد في المباراة نفسها تم ايقافه مبارتين وغرامة 10 ألف جنيه طيب ما تيقول استعرف بقى كده كرويا النتائج بتاعة الجولة دي أصفرت عن ايه وكانت ماشية ازاي بما انها اختتمت منذ قليل يلا بينا الجولة دي كانت بدايتها بفوز فيوتشر على غزل المحلة بهدف دون مقابل كان غزل المحل اعترضوا بقوة يعني بسبب مطالبتهم ببطاقة حمراء لأحد لعاب فيوتشر اللي هو علي الفيل بعد انفراد منعه الحكم كابتن محمد عادل اشار بان الكرة تستحق فقط بطاقة صفرة الداخلية وسيراميكا كليوباترا تعدلاء بدون اهداف ايضا في بداية الجولة اليوم التالي الخميس فاز الاسماعيلي على ام بي بتلت اهداف مقابل هدف واحد وانتصر الاسماعيلي انتصارا ثانيا على التوالي وبنفس النتيجة وبالتالي تحسن واضح في نتائج الاسماعيلي وحتى في ترتيبه على مستوى جدول المسابقة المؤولين والمصري تعادل سلبي اما الزمالك ففاز على حرس الحدود بثلاثة اهداف دون مقابل انتصار تاني على التوالي بالنسبة الفريق الابيض في اطار سعيه نحو التقدم الى المراكز المتقدمة او تحديدا يعني المركز الثاني المؤهل الى دور ابطال افريقيا وذلك امام اعين المدير الفني الجديد خوان كارلوس اوسوريو امبارح فاز الاهلي على فاركو بثلاث اهداف مقابل لاشئ وفاز الاتحاد السكندري على سموحة بثلاث اهداف مقابل هدف وفاز بيرامدز على اسوان بثلاثية دون مقابل واخيرا النهاردة كانت مباراة البنك الاهلي وطلاع الجيش اللي انتهت بفوز البنك الاهلي بنتيجة اتنين دون مقابل وده هنتكلم عنه سريعا دلوقتي المباراة دي كان بتجمع ما بين المركز قبل الاخير والمركز قبل قبل الاخير طلاع الجيش والبنك الاهلي وفاز البنك الاهلي بهدفين كان باشد الحاجة لتحقيق هذا الفوز لانه جاي من خسارة قدام الزمالك ولانه بيواجه منافسه اطلق